موسيقى مشاهدين حلقة جديدة من هنا ليبيا أهلا بكم الميال السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة ودلق مامة وشبح التلوث موسيقى معاناة ونقص وإمكانيات بمراكز طرابلس للقلب موسيقى تجولت عدسة برنامج هنا ليبيا في منطقة أرض زواوة بمدينة منغازي التي تقع على ضفاف أحد البحيرات السبع المعروفة بالمدينة فبعد أن كانت هذه البحيرة من ضمن خطة تنموية لإنشاء منتجع سياحي تحولت إلى مصدر قلق لسكان وذلك بعد تحويل شركة المياه التي عالجت مشكلة الصرف الصحي بمنطقة 602 وتحويل مياه الصرف إلى البحيرة التي أصبحت مصدرا لنقل الروائح الكريهة والأمراض في المنطقة موسيقى 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 م therapeut في جميع التراكين من المنطقة لا يمكن أن تخش لهم الدخان لأمس عندي واحد عزقنا أكرمك الله العفن واني بنت كريهة يجي مع بنت المجري نحن ممكن هليومينا ذينا متريحين من قلبة الريح بس ممكن نقدر الله وشان قدر ترد علينا الريح أقرى تخش لنا جوا في الحيشان لنا أسبوعين والله نقول لك لي حاجة لدينا عويل صغار وفي أمس واحد نهدر زماعة حتى هو من المنطقة مشاير ولدها حتى هو من المنطقة ودال لها تقاريرها ودال لها درية كلها من المنطقة لم أعاش قدر يتحمط رابي ولدها بكر عندي واحد أخرى في منطقة عينه من المنطقة قريب يخسرت هيا لي نشهد بالله نبو ندير حل نبو أي مسؤول يجينا عنه يتفرج يشوف غازي مضروري إنك تجي تشوف ولا وتعدي وتجري لا لا تعالش قريب الموضوع هذا عندي شعابة أنا يا رامة طلعت عليها جديدة البنة هذه كريهة وعندي الكنازة الكرم كامالله اللي عندي في المنطقة أنا حتى هي معاش نقدر نخش لا نطلع معاش حرث نش نديره نبو مسؤول يجينا يشوفونا الموضوع هذا مول هذا بس نحن كنا نعاني من موضوع واحد توقعنا نعاني من موضوعين البحيرات التي تعاني حاليا التلوث البيئي من جراء فلات مجرى مياه الصرف الصحي جلكم الله الشيء اللي سبب أشياء كثيرة منها التلوث البيئي رايحة كريهة وضع لا يطاق في المنطقة الشيء اللي يخليك حتى البنة توصل لعندك في الحوش بنا معافنا جلكم الله ساد المنطقة تعاني من أشياء واجدة حشاك مكبل القمامة أصبحت لا يوجد بها أي حاجات من حاجات الدولة يعني اللي أصبحت مثل جنينات أو أشياء أخرى الشيء اللي أكثر حاجة لبنا توصل عندنا ومفيش أي حد مسؤول جاء أو نضر في أمرنا أو أعطانا حل نطالب الجهات المعنية والجهات في الدولة أن ديرنا حل ضروري وعاجل جدا والله عندنا شياب وعزيز قسم بالله وأطفال يعانوا من أمراض وأمراض مزمنة وقاعدين في المنطقة ويشموا في البنة هذه إلى جانب أن البنة هذه قدام معيادة شهداء أرض زواوة كما تحدث الأهالي عن مشكلة تجمع المياه السوداء وتكدس القمامة التي تحاوت المنطقة الأمر الذي يهدد السكان بانتشار الأوبئة مطالبين الجهات المختصة بضرورة النظر في هذا الوضع بأسرع وقت ممكن موسيقى أحد سكان منطقة ترض الزواوة اللي قدام كم هذه وطبعا من حوالي أسبوعين أو أكثر نعانوا من رائحة بكريهة كريهة جدا جدا وغاية يعني ماش قدرنا نقدر في الحوش والله يقسم لك بالله في الحوش ماش قدرنا نقدر يعني يقولوني خلاستو بنطرعو وين بنطرعو به والضي مقطوع ونسكره في الرواشد يعني حمو والله وصداع يعني يدين روسوا صدعا من رائحة كريهة والله إلى غاية الدبش يغسوا فيه لما نزوه مع سطوعه خلاق رائحته نردوا فيه في الغسانة مرة أخرى وشفت أنت المنطقة نظن صورتوها البحيرة وهذه البحيرة هذي لو استمرت الطريقة هذي يعني كبوا فيها في المخلفات متاع منطقة 602 اللي فتحين عليها جعبة المياه السوداء يعني حتعم على البنغازي كله يعني مشكلة حديقة كبيرة لعن دمت لازم يقضوا عليها نحن نذهب لمدة طريقة ونغانم القصة المرجاري وعبر البحيرة ونغانية أسرع فينا كبرا كنا نغانم مشكلة قبل وزادت القصة البحيرة نحنا ما نبوش نضالبو بجنينات الله غالب نحنا على الله غالب علينا ما نشو جوه جنينات وني لكن شنو نبو أبسط حقوقنا بس بنا عندنا عيال صغار والله يقسم بالله مرضى وعندنا شيئا بكبارة مرضى وني ما نبو أبسط حقوقنا بس الجيات المعنية جي تشوف الوضع والله وضع أصبح كارث مثلا المشكلة العربية الخلقت في منغطر زباب البحيرة هذه مشكلة خطيرة مشكلة سائلة يعني هذه خطة كبيرة بتقباتها شركة 100 سرب صحي بتوصيل خط تعمي جاري على خط 100 سرب صحي وتمت تفرر في البحيرة البحيرة هذه تاريخها قديم البحيرة هذه الدولة الليبية قادة حوالي 15 سنة باش حفرتها كانت رضيها صلبة ملحية الشباب كانوا زمانين يرابقوا عليها في كل القدم قادة حوالي 12 سنة و13 سنة باش حفروها وخلوا بحيرة سيناعية كمنطقة سيحية من الناحية العلمية المياه سرب صحي لما تكبف بحيرة مفتوعة الشكلة بعد فترة بتشغل بكتيريا اللاهوائية يبدأ انتحالب الرايحة لإقلاع طوة كلها بسبب انتحالب الخضراء لو اتبعتها المنطقة استطع المياه كلها خضر وهنا يطعن سموم يطعن غاز المثال غاز اتشويس سنسيد كبريت وهذه خطيرات على المنطقة بالإضافة لوجود عيادة مستفيدة منها المنطقة بالكامل فنحن طبعا الجماعة تحركوا شباب منتع المنطقة تحركوا بدورها بلاغات اللازمة وكنا مصرين حتى يدوروا يفتحوا معظر رسمي للمركة الشرطة وتنسلنا بالعام لجلنا لتكب هذه هذه جريمة بيئية في قانون حماية تلبيئة في مواد متاع يحسب عليها من قام من هذا الفعل فعل خطير هذا بعد مدة يأكمل المرض الجلدية ومرض العيون ومرض الجهاز تنبسي وجهنا راضح ينتشر من السكان المنطقة فنحن من هذا المنمر المنطقة كمانا نصد ورسالة أرى الموضوع هذا خطير ما مش موضوع سهل وحول هذا الموضوع ينضم معنا أحمد الأوجلي مختار محملة زواوة البحيرات مرحبا بك سيد أحمد سيد أحمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسلاف الأنبياء ومرتنين تيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا أتقدم لكم بالشكر والتقدير على هذه المداخلة على القناة الموقرة وطبعا في البداية نحب نهرف على نفسي وعلى منطقة الأرض الزواوة البحيرة في القوسين أرض الزواوة المظلومة تقول بسم الله الرحمن الرحيم الاسم أحمد بليس بوجدي الصفتي مختار محلة أرض الزواوة البحيرة أما بالنسبة للمنطقة فيها تعتبر المدخل الشرقي لمدينة بنغازي وعدد الكتافة السكانية فيها حوالي 12 ألف مسلمة وعدد المرافق الخدمية التي توجد في هذه المنطقة خمس مرافق وهي ما بين مدرستين وعيادتين ومحطة جي تي التابعة الشركة المياه والصرف الصحي جي تي 11 التابعة الشركة المياه والصرف الصحي وما كثرت الكتافة السكانية والمرافق الخدمية في المنطقة لأن المنطقة تفتقر إلى أقصد الحقوق والخدمات الأساسية والضرورية من البنية التحتية وغيرها نعم فهي منذ حوالي 30 سنة لم ترى فيها أو لم نرى فيها أي أعمار أو أي خدمات من البنية التحتية وغيرها عاد مشروع واحد وهو رصف شارع الأزر المنسد من جزيرة في يونس إلى مفترق حي المشين نعم وللعلم هذا الشارع يعاني من انعدام تام للرؤية الليلية ومما قد يسبب في حوادث مرورية نتيجة انعدام الإنارة الكلية بالشارع وأما بالنسبة لسؤالك يا أستاذ هل قطبت المشيات المسؤولة نعم لقد تم مراسلة رئيس الفرع البلدي بوغادي المركز بخصوص هذه المشكلة وكارثة البيئية وبدوره قام السيد رئيس الفرع البلدي بمراسلة ومخاطبة المجلس التسييري لجزية بنغازي بالخصوص كما تم التواصل بشكل شخصي مع السيد مدير إدارة سوى البنغازي للشركة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس عمد العقيدي وحسب ماءة حدني بخصوص هذه المشكلة إنه في اتظار تكليف أحد الشركات المختصة المعالجة نشكلة خطة الصرف الصحي المكسور وقطره ألف مليمتر بشار أحمد الشارف 602 والذي يسبب المحطة جي تي 11 الخاصة بالشركة وهذا الخط للأسف قامت شركة المياه والصرف الصحي برقم بصرف مئة الأمطار وضخي لبحيرة أرض الزواوة الذي تسبب في كارثة بيئية طيب سيد أحمد من تحمله مسؤولية لأه الأوضاع غاديك في مدينة زواوة أو منطقة زواوة يعني من تحمله المسؤولية والله شنقول بدون تحليل أي مسؤولية لأي جهة ولكن الجهات المختصة في المدينة بصفة عامة لديها علم بهذه المشكلة عند المعلم بالمشكلة هذه وتفعى لحل هذه المشكلة للأسف تفعى هي جاهدة تفعى فيه مثلا زيارات من الجهات المختصة جدت وشفت الأوضاع هناك في المدينة على الأقل طبعا أنا نطلب فيها من هذا المنبر ومن هذا المنبر طبعا نطلب ونشدد في طالبي أننا طبعا نحن كل الموجهات المختصة طوال ماسك التسييري بريد بنغازي أو شاركة المياه والصفة الصحي أو هيئة البيئة نسراع في حد هذه المشكلة ترأى بالضرر وكثادي هذه المشاكل البيئية أكبر وبالسبب الوضع القائم حاليا طبعا تم إيقاف خدمات المركز الصحي وهي عيادة شهداء أرض الظوا تم إيقاف خدماتها نظرا طبعا بسبب الرواحة الكريهة بيطري في حيط هذا المكان طبعا رايحة الكريهة الواحد لا يتدرش حتى يجد غادي فيها الهيادة لا تدرش من كثرة البنة ورايحة الكريهة لا تدرش تطبي فيها طيب طبعا باللتة طبعا طبعا قام ديارة فيه ناس جد زارة وهي ديارة نكتب صاحب بيئي بنغادي بالموقع البحيرة طبعا ودراسة الأسباب الموادية لحدوث هذه السلوث ومن خلال هذه الديارة قاموا بالمخاطب للجيات المعنية لمعالج هذه المشكلة للجيات المعنية لهذه المشكلة طبعا تجيات المعنية يمجل تأسيري بنغادي وشركة العام المئة ومسؤول الملف البيئي والمهندس أحمد الضيارة طيب سيد أحمد السكان طلبوا بالنظر في عملية تحويل المياه السوداء من منطقة 602 والنظر فيها والنظر فيما تحتاج المنطقة بشكل عام من خدمات أساسية فما هي رسالتك إلى جهات ذات الاختصاص والله شنقولك طبعا رسالتي طبعا هي مش رسالتي ناب روحي طبعا هذه رسالة كل مواطن في منطقة طرد الزواوة هذه رسالة جماعية ينبس ميناء طبعا لأن ميناء طبعا المسؤول عليهم لكن هذه رسالة 12 ألف فارد من منطقة طرد الزواوة البحيرة طبعا بخصوص عملية الرابط رابط صرف الصحي صرف ميلة طار تحدثنا عليها وبخصوص طبعا وإن شاء الله كيد ما زالنا المهندس حمد العقيري إن شاء الله في انتظار في الأيام الجاية إن شاء الله جاية شركة بإذن الله ستكون بإنهاء العمل هذا إن شاء الله وبخصوص الخدمات التي تحتاجها المنطقة طبعا أولوياتنا حل المشاكل البيئية أول من أولوياتنا حل المشاكل البيئية المتمثلة في الصرف الصحي وخدمات المظافة العامة طبعا والمكب اللي قدام مدخل مدخل أرض الزواوة نعم تحيي المشير للأسف الطريق مرة تتسكر وتشتعل النيران والنيران حتى الدخان رايحة الدخان تقش في كل بيت من بيوته منطقة الزواوة وفيدي حتى مرة يطلع من حوشة يعني ما يقدرش يتحمل ما يقدرش يتحمل الرائحة هذي سواء كان من رائحة كارية أو الدخان اللي يقدوها لا ما عاش يقدر يتحمل فيطر أن يطلع يطلع من بيته يقدر أربع أيام ثلاثة أيام بره حوشة وبعد يتحول البنة وتحول فيه ناس مرضى عندنا طبعا فيه كبار في السن وفيه أبطال وفيه من يعاني مننا امراض مزمن يعني حساسيك الصدر ما يقدرش يتحملها البنة يعني الصعب صعب لنا كنت تتحملها نعم ونطالب أخرى طبعا بعض الإنشاءات الخدمية يعني عندنا نطالب بيهن إنشاءات خدمية كهرباء التي تاني من المنطقة وعندك أعمال اللي نرعب لضغط إلى المكب الترحيلي هذا ضروري نديره بيه حل ضروري نديره بيه حل لأنه سبب كارثة بيئية للمنطقة رحمة سيدة أحمد الأوجلي مختار محلة الزوا والبحيرات كنت معنا شكرا لك والآن فصل ونعود للمتابعة ودل قمامة هكذا يطلق عليه أهالي المنطقة يقع في المنطقة الصناعية بمدينة البيضة حيث يعاني سكان المناطق القريبة منه من تلوث مستمر وتجمع العمال الوافدة به دون أن تعيره الجهات المختصة أي اهتمام مرسلنا محمد شباح زر المكان وعاد لنا بالتقرير التالي هنا حيث المشاهد التي تعرض لأول مرة من منطقة الصناعية بمدينة البيضاء حيث ما يعرف بواد القمامة هنا حيث لا شيء سوى أكوام القمامة المتراكمة والمواشي السائبة والتي يشكل خطرا آخر يهدد الصحة العامة فضلا عن العمالة الوافدة والمهجرين الذين اتخذوا من هذا المكان مأوى للعيش غير مبالينة بخطورة إصابتهم المحتملة بالأمراض والأوبئة المجلس البلدي البيضاء بدوره برر موقفه باتخاذ حزمة من الحلول منها ضرح مقترح مصنع التدوير فهذه مشكلة نحن نعانو منها وعرض علينا نايم برئيس الوزراء أن نورد مصنع من دولة تيروكيا ووصلنا للكاتالوجات وبعد ذلك عندنا موجودات وقدمنا مذكرة وعادونا الفترة الأولى بحيث أنهم يوردوننا المصنع بحيث أننا ركبوه جنب المكب بتاع القمامة وكانت في أرض واتية موتتها البلدية وما زالت جهزة الأرض علينا قيمة عليها المكب طبعاً نحن بكلفين حوالي ألتين غادي في المكب بكلفتن البلدية بحيث أننا ما يشترش أي تسكير في المجاري اللي مع وسط المكب يردن طبعاً على المدينة ويسبل لنا مشكلة فنحن نزلنا ألتين غادي قاعدة تشتغلنا طوالآن والسبوع الجيد إن شاء الله عندنا مععد مع نايم رئيس الوزراء بخصوص المكب بحيث أن يوفرنا مصلع نفس البلدية المجاورة أفات وأمراض يصدر هذا المكان والذي بات دخاله المتصاعد يجوب بيوت المدينة بشكل متكرر مخلفاً آثاراً صحية ضارة بتأثر بشكل سيء على الصحة قصوصاً أكثر شيئاً يعني نعرفين أنه يأثر على الجهاز التنفسي نحن عندنا لأسف حالات مرضية واجد تشكي من ألام أو من مشاكل دائمة في الجهاز التنفسي ما بين ربو ما بين الأمراض الرئة المزمنة وغيرها من الأمراض حتى البكتيريا الأطفال أحياناً ممكن ينتقل لهم عادي جداً القمامة ممكن بشكل أو بآخر الطفل لو تعرضها ممكن تسبب لنا حتى مشاكل في الجهاز الهضمي ما بين نزلات سواء نزلت معاوية أو حتى التهابات التهابات مع الوقت غياب الخطط المستعجلة لتوفير مكان أكثر أمن للنفايات وفي غياب عملية فصل هذه النفايات خاصة الطبية منها مما يعد استمرارها سبباً إضافياً لانتشار الأمراض الوبائية التي تسجلها المنطقة بأرقام كبيرة فإلى متى تستمر هذه الأزمة وسط عجز حكومي وابح في إيجاد حل عجل محمد الشباح WTV البيضاء يعاني المركز الوطني للقلب في طرابلس من نقص في المعدات والأدوية والمستلزمات العلاجية وعدم الصرف ميزانية خاصة للمركز الأمر الذي سبب في عدم قدرة المركز على توفير الخدمات للمواطن بشكل مستمر ويعتبر المركز هو الوحيد في ليبيا المتخصص في علاج الأمراض القلبية حيث يصقبل في حالات يومية من كافة المناطق الليبية يعتبر المركز الوطني للقلبي هو المركز الوحيد المتخصص في علاج الأمراض القلبية من خلال إقامة العديد من العمليات الجراحية للتشوهات القلبية وعمليات القلب المفتوح حيث يعاني المركز من النقص في المعدات والمستلزمات العلاجية وهو المركز الوحيد الموجود في ليبيا حيث يستقبل في العديد من الحالات يوميا من كافة المناطق الليبية من أجل تقديم العلاج للمرضى لأننا نعاني من بعض المشاكل ونقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وبعض المعدات اللي يحتاجها المركز تطوير خدمة فطبعا للأسف يعني ما هيش متوفرة يعني في جهاز الأنداد ولا متوفر ولا بإمكان المركز أنه هو يعني شراع حتى لو شراع كان بكمية بسيطة وخجولة جدا من أجل أنه الاستمرار لشغل داخل المركز إضافة للأخرى طبعا الأمور التي هي عندنا أقسام مساندة طبعا عندنا خسم النساء والولادة وعندنا الأطفال العام وعندنا الغسيل الكلوي طبعا هذه كلها تحتاج إلى مصروف وتحتاج إلى مواد ومستلزمات إلى أن الأسف يعني نعاني من مشاكل كبيرة يعني من حين إلى آخر في النقص في الأدوية والمعدات الطبية نقص في الموارد المالية أو عدم صرف ميزانيات خاصة أعاقت المركز في توفير أهم الاحتياجات التي يحتاجها المريض أثناء العمليات من دعمات وبطريات حيث يصل سعرها إلى 150 ألف دينار وهو رقم كبير لا يستطيع المواطن البسيط توفيره بسبب غياب الدولة وعدم الاهتمام بهذا المرفق مما له من أهمية في توفير العلاج للمرضى يعني من نقص كبير في الموارد المالية الموارد المالية بصراحة يعني فيها يعني فيها يعني فيها يعني القيمة المخصصة يعني في الميزانية لا تفي بالتطور لشهد المركز الوطني القلب والخدمات اللي قدم فيها يعني عندي بطريات ممكن تسوى 120 ألف بطريات الواحدة وعندي بطريات تسوى يعني سعرها من الشركة في 67 وفي 85 وفي لبي 13 وفي لبي 18 يعني المريضة اللي بيمسكين مين بيجي والله للأمانة فيها عندي شوية نواقع زي الجهاز نواقع الصناعي عندي زي مقولوا سعة ثلاثة فقط يعني يعني أنه ما ده بيه أكثر لأنني العناية بتاعي تسعة قريب 12 سرير 12 سرير هي مفروض كل سرير عند ميكانيكا الفينت نحن نقوله فهذا يعتبر نقص حتى هو شين تاني فيه شوية حاجات تانية بسيطة هتايا للأمانة من المفترض أنه يندعم أكثر لأنه فيه نواقع كقسم فيه وعود كثيرة تلقاها المركز من قبل المسؤولين من أجل توفير أهم الاحتياجات التي يحتاشها ولكن إلى حد هذه اللحظة لم يتم التواصل مع إدارة المركز من أجل توفير كافة المتطلبات ليكون السؤال هنا إلى متى سوف يستمر هذا الإهمال لمثل هذه القطاعات المهمة والحساسة من أجل التقليل من معاناة المواطن من تكبد تكاليف العلاج وعناء السفر إلى الخارج أزدنا بالعوينات WTV طرابلس وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا أمسي طيبة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر